أهلاً ومرحباً بكم نهار اليوم ترى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بحيث كانت حوالي 25 درجة مئوية والأجواء معتدلة في عموم مناطق المملكة والآن أجواء لطيفة مع حوالي 20 درجة مئوية وأيضاً تكون أجواء صافية خلال هذه الليلة تنخفض إلى 14 درجة مئوية وهي أعلى من الليالي الماضية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وأيضاً تكون أجواء صافية خلال نهار الغد ترتفع درجات الحرارة أكثر بحيث تكون حول المعدلات لمثل هذا الوقت من العام وأيضاً تكون أجواء صافية وحارة في كل من الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة وتكون صيفية معتدلة فوق المناطق الجبلية أما عن حركة الرياح فهي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط عصراً في المناطق السحراوية لتثير الغبار والأتبا هناك والآن مع درجات الحرارة متوقعة خلال هذه الليلة وأيضاً خلال نهار الغد نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد في إربط 17 وفي رأس منيف حوالي 12 درجة مئوية لترتفع غداً في جرش إلى 31 كذلك الأمر في المفرق في سويلح 14 والزرقاء 17 درجة مئوية لترتفع غداً إلى 33 وفي شرق عمان حوالي 29 درجة مئوية فعلاً أجواء حارة نسبياً وفي الفحيص حوالي 30 درجة مئوية أجواء صافية في كل من هذه المناطق هذه الليلة في مادة 13 و15 في مرج الحمام لترتفع غداً إلى 28 وأجواء حارة في البحر الميد مع 36 مئوية 13 في الرشادية و17 في الطفيلة و15 في معان غداً ترتفع إلى 34 في وادي رمو وفي العقبة أجواء حارة مع 36 مئوية 18 في الصفاوي و17 في كل من الأزرق وفي رويشد غداً حوالي 33 و34 مع نشاط في حركة الرياح إذن لنهار الغد 29 درجة مئوية تكون أعلى أو حول المعدلات لمثل هذا الوقت من العام وليلاً تكون 18 درجة مئوية ليومي الأربعاء والخميس تستمر الأجواء الصيفية المعتدلة في أغلب مناطق المملكة ونهاراً تكون فعلاً أجواء رائعة مع حوالي 31 درجة مئوية ليلاً تنخفض إلى 19 درجة والأجواء تكون لطيفة في معظم مناطق المملكة ليوم 35 درجة مئوية مع ظهور لبعض الغيوم ونشاط في حركة الرياح مع أوقات الليلة الأولى وليلاً تنخفض إلى 19 درجة مئوية